جلسة كان من المؤمل أن تنضي دون عراقيل تؤثر على انسيابية عقدها لكن وبسبب الأزمة السياسية بين الكتل جاء قرار التيار الصدري بمقاطعة الجلسة قرار قلب المعطيات وأعطى أولى بوادر تأجيل جلسة الاثنين الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الأمر الذي سيدفع بتأخير تسمية الحكومة وربما سيتسبب بتجاوز المدة الدستورية لذلك المشكلة الأساسية فيه هو عدم الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية وما دع الكتلة الصدرية للتفكير بإعادة اختياراتها في موضوع حسب موضوع رئيس الجمهورية وأعطت رسائل إلى قليم كردستان بأن يجب أن يختيار شخص يتم الاتفاق عليه أعتقد أنه المهم في الموضوع هو تعطيل عمل مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية وبالتالي سيؤدي إلى خرق دستوري بالتوقيتات الدستورية وهذا رح ينعكس بشكل سلبي على الأداء الحكومي البرلماني بعد تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 70 من الدستور العراقي والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والتي يجب أن تكون بثلثة عظام جلس النواب تفسير أوضح عدم إمكانية التصويت لرئيس الجمهورية ما إن التحق الإطار التنسيقي بقرار التيار الصدري وإن حدث ذلك فهو ينذر بعدم إمكانية تمرير جلسة البرلمان المقبلة من الواضح جدا بأن المحكمة حسمت قضية المادة 70 بخصوص جلسة اختيار رئيس الجمهورية وبالتالي هناك قد يكون ثلثا معطلا الذي يحول دون عقد الجلسة بإكمال النصاب الذي هو قد يكون بأنه 120 نائبا إذن أعتقد لحد الآن المواقف لم تتغير وهناك مقاطعة من قبل التيار الصدري وحتى من قبل الإطار إذا لم يكن هناك اتفاق تجميد للمفاوضات غير محدد بوقت وامتناع عن حضور جلسة الاثنين قرار غير الرؤى السياسية للكتل الفائزة بالانتخابات وأوقف عمل المجلس لفترة قد تطول وإن كانت مؤقتة من بغداد محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة